اهلا بيتكاتر الكريفر جريد فور اهلا بيكو في تشانل سوبر مذكرة ومعايا الانرجي هيكمل معايا مش هيما اونير كونسبت نومبر وان يقول ايه ديفايسيس اند انرجي كونسبت نومبر وان وده بارت تو ولمشافش بارت وان ياريت يشوفو اسيب رابطه اسفل الفيديو داول كمان التليجرام والفيسبوك يلا نكمل الكونسبت بتاعنا بس ياريت بقى لايك وشين الفيديو للا اصدقائكم يلا مع بعض وقال لي الانرجي انا بحب اعمل تريبس كتيرة رحلة كتيرة والتريب اللي بعملها لازم ستارت التريب بتاعتي من عند الهوم بتاعي انا ستارت فيها اس الهوم بتاعي برضو اوله اس اللي هو دا ايوه السن دا الهوم بتاعي انا الانرجي والسن دي انا ميت inside the sun بتكون inside the sun ويبقى الفورم بتاعي شكلي light energy light energy وفي التريب بتاعتي بقابل السيدز السيدز تقول لي هيلب هيلب واروح انا هيلب السيدز دي ونعمل هنا هو photo senses process photo senses process عملية البناء الضوئي هيلب السيدز دي وانا الانرجي اللي كنت light energy مبقاش light energy وانا عندي السيدز ببقى حاجة تانية chemical energy chemical energy وافضل قاعد مع السيد لحد ما grow up بالشكل دا وبتبقى big trees وكل حتة في التريز موجود انا الانرجي بس بفورم chemical energy chemical energy وهنا الفروتس بتاعت التري دي دي اللي هي السمرات بتاعت التري بيبقى هنا جواها chemical energy وبشكل sugars ويحب هنا الهيومان ياخد الفروتس دي اللي جواها sugars واللي انا جواها الانرجي بفورم chemical energy وإيت يا كلني ولما إيت انا بديله energy فهو لما هو يبقى move يحب move على طول انا بديله الانرجي اللي هي chemical energy ولما عدم هو move ما بقاش chemical energy خلاص بتغير لفورم تاني اللي هو kinetic energy ما خلاص الهيومان موف او رن ببقى ايه kinetic energy ودي simple trip بتاعتي يعني الرحلة بتاعتي simple واي trip بعملها اسمها energy chain energy chain سلسلة الطاقة وليما احب اروح عند البال اللي فيها الووتر دي يعني كده لازم اعمل trip وطريب بتاعتي لازم ابتديها منين start من هنا هو من عند الصن وبكون هنا light energy وهنا seeds لما تبقى grow بعد ما هيل بساعدتها بتبقى trees والتريز بتبقى جواها ايه انا الانرجي بس مش light energy انا change على طول chemical energy اصلا هيل بتريز بساعدها ان هي grow بالشكل ده وهنا تريز فيها وود وود خشب ولما الهيومن ياخد الود انا الانرجي بكون جواها جوا الود وبكون جواها الفورم بتاعي chemical energy والهيومن ياخد الود علشان ايه burn burned علشان يحرقه يعني هيبقى عنده fire ولما الفاير تيجي عند الود تقول الانرجي يا chemical energy ادم انا الفاير جيت مش هتبقى chemical energy هتبقى thermal energy thermal energy thermal energy طاقة ايه heat thermal واروح عندي البان ووصل هناك اللي فيها الووتر وساعد البان انه هو heating الووتر دي انا الانرجي هيلب في heating الووتر دي وبكده انا كده عملت ترب اللي هي اسمها ايه energy chain energy chain يعني كده انت يا انرجي عايز تروح عند البان اللي فيها الووتر دي فانت عايز هيلب البان دي علشان heating الووتر لازم تعمل ترب والترب بتاعتك اللي هي اسمها energy chain energy chain ودايما هنا ستارت الترب بتاعتك من اين من عند الصن وهنا بتكون light energy light energy وبعد كده انت تشينج اتشينج اتشينج من light energy لايه ليه chemical energy في التري كلها في التري كلها حتى في الووتر بتاعها بتبقى chemical energy ولما الهيومان ياخد الووتر ويعمله burning الchemical energy اللي جوه الووتر اتشينج على طول thermal energy thermal energy علشان في بيرنينج للتريز وود بيرنينج للتريز وود وبعد كده انت تتوصل فين للبان البان اللي جواها الووتر وهنا thermal energy بتاعتك released بتنطلق وبتعمل ايه heating heating البان اوف ووتر ديت وقلت الانرجي انت عارف الديفايس اللي انا مسكة ده الجهاز ده hair dryer hair dryer hair dryer وبرضو هنا هو بيخرج منه heat heat والهيت اللي بتخرج منه بتعمل drying للهير بتاعي بتجفف الهير بتاعي فقال لي الانرجي ما انا هنا الانرجي انا اللي ساعدته انه هو يطلع الهيد ديت طب ازاي انرجي عملت كده هو فقال لي انا الانرجي بعمل trip علشان اوصل ال hair dryer دوت هنا trip بتاعتي energy chain وعلشان اعمل trip بتاعتي لازم start trip بتاعتي من هنا هو ايه دوت sun وبكون هنا light energy light energy واروح عندي seeds اعمل ايه هل بالseeds عشان تبقى grow فبكون عندي seeds chemical energy chemical energy وساعدها انهية grow عن طريق photosenses بروسس عملت البناء الضوء photosenses بروسس ويتل هنا seeds grow وبتبقى big trees big trees وبفضل انا الانرجي chemical energy برضو واعد كتير عن التريز دي لحد ما هي dead يعني تموت وتبقى dead trees وتغطي عليها الطين والرمد وبتبقى under ايه under the ears تعد millions of years millions of years ملايين السنين اللي هي dead trees ديت وتشانج خالص لحاجة تانية ما بتبقاش dead trees بتبقى cool cool اللي هو الفحم ده وافضل انا الانرجي جواه زي ما كنت جواه dead trees الفرم بتاعي chemical energy chemical energy وياخدني الهيومان ويوديني هنا هو عندي ايه عندي الالكتريك power station ما هو هياخدني اللي انا موجود في الكل يعني هياخد الكل هنا هو اللي هو electric power station محطات توليد الكهرباء وهنا هو الكل اللي انا جواه بيعمل ايه operate بيشغل الالكتريك power station ديت ازاي يعني ما انا هنا هو موجود في الكل فبياخدو الكل يعملو كده هو بالشكل ده يعني burning burning وادام حصل burning يبقى chemical energy اللي موجودة جواه الكل ده بتغير خالص ببقى form تانية thermal energy وكمان kinetic ما انا بشغل الالكتريك power station بيحصل ايه بابقى form kinetic energy علشان operate الالكتريك power station وادام هي electric power station يبقى thermal وكينتريك ده على طول انا الانرجي بابقى form تانية بابقى electric energy electric energy وبوصل عن اللي هو الهيردراير دوت بالكوبر بالكوبر واير بالهو السلك ده بالكوبر واير سلك النحاس وبكده انا قدرت اوصل عن الهيردراير بتاعي يعني انت كده يا انرجي عايز توصل هنا للهيردراير بتاعي دوت لازم تعمل trip والترب بتاعتك لازم start هنا هو sun وانت بتكون light energy ما تفضلش عطول light energy انت بتشامز بتتغير لحاجة تانية اللي هي chemical energy dead plants لما dead plants دي تمر عليها millions of years يعني هتبقى cool برضو بتبقى انت كميكال energy وكميكال energy دي تتغير خالص لثيرمن وكينتك energy امتى لما بيرنينج كل ده فين بالظبط in electric power station in electric power station وبعد كده هوت انت الانرجي change تتغير لالكتريكال energy electrical energy وتوصل لي هنا عند ال hair dryer ده hair dryer في ال copper wire copper wire يعني اسلك ايه النحاس اللي هي اسلك الكهربا دي copper wire وانا لما اوبري ال hair dryer بتاعي انت ما بتبقاش electrical energy انت بتتغير يا energy لحاجة تانية خالص ما ال hair dryer ده بيعمل ايه heat وكمان بنسمع sound يبقى هنا فيه energy sound energy وكمان بيحصل kinetic energy يعني electrical energy في ال copper wire لما اشغل انا ال hair dryer دوت انت بتشينج على طول تتغير لحاجة تانية heat و sound وكمان kinetic energy ولكده انت قلت لي يا energy اللي انت بتعمل trips كتيرة واسمها energy chain ودايما انت start the trip بتاعتك ديت من هنا ها من عند الصن اصل الصن هنا most of energy we use معظم ال energy اللي احنا use بنستخدمها is made inside the sun is made inside the sun يعني هي بتتكون داخل الصن ديت ولما انت بتعمل energy chain يعني تربي بتاعتك من عند الصن يبقى الصن دي main source main source المصدر الرئيسي بتعمل بتاعك انت energy main source of energy وهنا energy chain اللي هي start من عند الصن دي هنا بتورينا ايه بتورينا الباث او الفلو يعني الباث المصار او الفلو تدفق بتاعك انت energy الباث والفلو بتاع energy علشان نعرف انت ازاي بتوصل هنا ها عندي مين عندي different devices different devices الاجهزة المختلفة يبقى هنا معنا يبقى energy chains energy chains دي شو بتورينا the path او flow path او flow تدفق او مصار الوف energy اللي هي start منين from the sun علشان تروح two different devices نقولها كمان يبقى energy chains show the path او flow of energy اللي هي start from the sun two different devices وكمان انت يا انرجي قلتلي على three energy chains انت بتعملهم three energy chains وكل مرة انت بتدينا حاجة يعني هنا هو انت help لما الفود اتكون وقدرنا عن طريق ده هو eating الفود وهنا كمان number two البان اللي فيها water ساعدت هنا وعملت ايه heating heating وهنا في hair dryer hair dryer انت قدرت ايه تشغله يعني احنا خدنا منك electricity electricity ويسألني الانرجي questions علشان يشوف انا فهمت ولا لا يعني انت يساعدوني choose the correct answer most of energy chain starts with بتدي منين energy chains starts with a moon cool sun ولا tree start اللي فيها اس باردو هو energy chain باردو في اس اللي هي sun bravo number two number two is used in electric power station وبيستخدم electric power station to reduce electricity عشان يكون ايه electricity وما بيستخدموا ايه في power station الكل ولا iron sugar ولا plastic اكيد راب عليكو cool cool the big trees show the converting بتورينا converting of light energy into a light عند big trees and change or converting into sound ولا heat ولا chemical ولا kinetic ايوا كده بتبقى عند big trees بيها chemical energy يعني هي convert light اللي بيقيلها لchemical energy during the running of player running يعني بيقري يعني معناها يعمل move chemical energy inside inside البادي بتاعه chemical energy is converted into ايه؟ ادم هو مو بتحرك يبال chemical energy converted into electric ولا heat sound ولا kinetic ادم move على طول اقول kinetic energy kinetic energy ولما energy يوصل انهو عند hair dryer بيعمل trip انهو انهو ايه؟ يعمل function بتاعته ett drawing ادرائن دلوقت هيخش بform electric energy electric energy وهي الالكتريك energy تبقى input energy او نقول عليها consume او نقول عليها use consume مستعلكة use مستخدمة وافتكر كده Input اللي فيها N معناها برضو Consume اللي فيها N و Consume اللي فيها SU برضو معناها Use اللي فيها US كمان زيها ودلوقتي إيه الانرجي داخل بElectric Energy Input بتاعته Energy Electric Energy وهو يخرج بفورم تانية خالص اللي هي Kinetic وكمان Heat ال Kinetic دي اللي هي إيه هنا فيه مروحة جوه بتتحرك قدما هي موف بتتحرك يبقى Kinetic Energy موجودة وهيت بتخرج علشان يعمل Drawing للهير وكمان بنسمع Sound كمان لما نشغل بيبقى فيه Sound قوي بإيه فيطلع يبقى فيه Sound Energy يبقى هنا Output Energy هنا قدما خرجت يبقى معناها إن الانرجي دي Output Energy يعني Produce تنتج بتطلع Produced Energy يبقى هنا الهير دراير لما الانرجي يجي يوصل عنده يدخل A Input A Electric Energy والOutput يخرج بحقه A Forms تانية Kinetic وهيت وكمان Sound Energy يعني سريه أهمت وهنا كمان الDevice ده إيه دوات Washing Machine هيوصل هنا الانرجي عند الwashing machine عشان Help يساعدها هو بيساعدها تعمل E Washing وكمان هنا ده اسمه Blender هييجي هنا الانرجي عند البرندر عشان Help البرندر الفونكشن بتاعته ايه الميكسين ميكسين وزي ما دخل عنده هنا الهير دراير هيخش كمان عند الwashing machine والبلندر الفورم بتاعته Electric Energy وادم هو دخل يعني ده Input Energy اللي هي Electric Energy وهو كمان هيعمل زي الهير دراير Output يعني هيخرب Kinetic اه احنا فيه هنا حركة بتحصل هنا في devices دي وكمان في Heat هيت دي بتيجي منين الهيت لما يشتغل devices كتير فبالما نيجي كده ومتتش devices دي بنلاقي ايه في Heat موجودة وكمان بيعمل هما الاثنين Sound Energy اه يعني هنا الانرجي بيعمل في الهير دراير زي ما بيعمل في الواشنج ماشين والبلندر يعني يدخل Input بElectric Energy وOutput ب3 Energy من هما Inetic وHeat وكمان Sound ومش كل مرة لما هنا الانرجي يوصل عند اي device هيعمل زي الهير دراير هنا مثلا عند الفان هو اه هيوصل هنا عند الفان وهلب الفان ان هي تعمل الفانكشن بتاحها اللي هي ايه moving the air moving the air هنا اللي هو الانرجي هيدخل بForm يعني Input Energy اللي هتدخل الوقت عند اللي هو الفان بتبقى Electric Energy الفورم بتاعت الانرجي ايه Electric Energy ولما يخرج مش هيعمل زي الهير دراير ده هو هيخرج رفع عليكم احنا بنشوف هنا المروحة موف بس يبقى هنا Output Energy ويقول لها اعمل ال Function بتاعتك يا فان يعني Output Energy هتبقى ايه Kinetic Energy Kinetic Energy والفان دي احنا يوز الفان في السمر ما نفعش احنا يوز الفان دي في Winter عشان نتدفع ففي Winter هنستخدم ايه هنستخدم ده يوز دوت اللي هو Electric Heater Electric Heater وهنا برضو الانرجي هيوصل عند Electric Heater وهلب Electric Heater ان هي تعمل ال Function بتاعها اللي هو Warming Warming فهو فعلا Input هيدخل بForm Electric Energy بس هيخرج بForm تانية علشان يساعد Electric Heater ان هو يعمل ال Function بتاعته فهو ال Output هنا هو ال Output Energy ال Form بتاعها Heat Energy أو Thermal Energy Heat Energy وهنا كمان اللي هو ده ايه Electric Lamp لما يوصل هنا هو ال Energy هو عايز زاعد ال Electric Lamp دي اللي هي تعمل Function بتاعها اللي هو Lightning Lightning فهو برضو Input هيدخل هنا عند Electric Lamp بإليه Electric Energy بس هو هيخرج بForm تانية علشان Help يساعدها فالForm اللي هو Output Energy اللي هيخرج منها Output Energy هتبقى Light Energy طب اي حكيت ال Heat Energy لما تشتغل شوية هي Electric Lamp ونيجي Touch نلمسها فمنلاقي ايه يحصل فيه Heat هنا يبقى Heat هنا بسبب هي تشتغل كتير يبقى هنا في Electric Lamp Output Energy Light Heat وHeat وHeat Energy ويسألت ال Energy هو انت كل ما تيجي عند اي device بتدخل يعني Input Energy بتاعتك Electric Energy الفورم بتاعتك Electric Energy اللي لأ شايف ال Device ده اللي هو Soup Dispenser Soup Dispenser موزع الصابون هنا Sub Dispenser أنا بوصله علشان Help أساعده ان يعمل Function بتاعته اللي هي Dispensing Dispensing فأنا Input هنا Input Energy ببقى Potential Energy Potential Energy يعني ايه Potential Energy ازاي يعني ما هنا في Spring قوة اللي هي Soup Dispenser يعني هنا السوستة دي لما انتو Press تضغطوا عليها فأنتو بتعملوا ايه Stored Energy قواها وانتو دعات Stored Energy Potential Energy Potential Energy وهخرج دلوقتي انا هنا يعني الوقتي اللي هنا السوب هيحصل نموب فالأول Put Energy بتاعتي أو Put Energy هنا هون هتبقى Kinetic Energy Kinetic Energy وهنا كمان عند الwatch الwatch دي ان انا بروح اوصل لها علشان Help اللي هي تعمل Function بتاعها اللي هو Knowing Time Knowing Time تعرفوا Time منها فأنا هنا هدخل دلوقتي Input Energy Input Energy هنا Chemical Energy طب ازاي Chemical Energy هنا ما هنا الواشنج الواتش دي الواتش عايز ايه تشتغل فاحنا بنحط لها Patery والPatery الPatery هي استرد جوائي Chemical Energy ودلوقتي ودلوقتي بعد كده هو Move هتتحرك ايه اللي هي الواتش يعني Output Energy هنا هو بيبقى Kinetic Energy Kinetic Energy وكمان كمال كده ال Energy وقال كمان انا اقدر ادخل على هاية Form Kinetic Energy ازاي يعني زاي ده ال Hand Bill Hand بل لما وصله ال Hand بل ده علشان اخليه يعمل ال Function بتاعته اللي هي Getting Attention Getting Attention يعني الانتباه Getting Attention فانا هنا هو Input بتاعت ال Energy هنا Kinetic Energy ال Input هنا Kinetic Energy وبخرج ايه احنا بنسمع Sound يبقى هنا Energy بيقول انا بخرج من هنا يعني Output Energy هتبقى Sound Energy Sound Energy وبكده انا Energy Help اللي هو Device ده اللي هو Hand Hebel ده انه يعمل ال Function بتاعته اللي هي Getting Attention وكده انت يا Energy لما انت توصل عند اي Device لازم انت تعمل Trip اللي هي Energy Chain Energy Chain ولما توصل عند Device انت Help Device انه يعمل ال Function بتاعته ال Function بتاعته فانت Input بForm تدخل بForm وOutput بForm تاني خالص وقال لي Energy برافو عليك انا من انت كده فهمت اللي انا قلته لك يلا حل دوت يلا Answer اللي هو ال Question ده Choose the Correct Answer يلا ساعدوني فيه هنا Output Energy In the Hair Dryer اللي هو الوقت اللي بيخرج من ال Hair Dryer ال Output Energy Is Energy Kinetic ولا Heat ولا Sound ولا All of the Following انا فاكر انه هنا في ال Hair Dryer برافو عليكو الثري بيطلعوا اللي هم ال Kinetic والHeat والSound يبقى ال Output Energy هتبقى All of the Following All of the Following و Number 2 ال Output المراضي عندي Soap Dispenser Soap Dispenser اللي هيخرج يعني ال Output احنا دهات Dispenser بنعمله Press نضغط عليه فمنديله ايه Store the Energy Potential Energy طب ال Output بقى بيخرج ايه رافو عليكو سمعتوكو طبعا Electric لا Heat ولا Sound ولا Kinetic Energy هي Kinetic Energy لما الصوب الصابون بيعمل ايه Move وده هما بيعمل Move يعني Kinetic Energy وهنا بيقول لي Input Energy In the Electric Input هيدخل ومن اسمه كده Electric Heater يبقى اللي هيخش ايه ال Input ايه من اسمه كده ايطرا Electric ولا Heat ولا Sound ولا Kinetic Electric Heater يبقى هنا Electric Energy ال Input Electric Energy وال Kinetic Energy بقى In the Hand Bill ال Hand Bill Consider ايه فاعتبر ايه الوقت ال Kinetic Energy دي بتبقى Input ولا Output ركزوا شوية اه هنا انا الوقت نسكل ال Hand Bill يبقى بعمل Kinetic Energy في الاول وده نبعمل Kinetic Energy يبقى ده Input Bravo وين نكمل كده In the Fan بينما في الفان ال Kinetic Energy بيكون ايه ال Kinetic Energy في الفان اه احنا منحط Electric Energy فبتخرج يعني يحصل موف اللي هي الفان دي فبكده تخرج Kinetic Energy يبقى Output يعني هنا Input الاول بقى Output ولا Output وInput هنا في Hand Bill قلنا الاول Input بيدخول يبقى هنا Choose Input وهنا عند الفان ال Kinetic Energy بتبقى Output وبكده خلصنا النهارده حكايتنا مع Energy وينكمل حكايته مع Devices المرة الجاية اتمنى تكونوا استفدتم معايا النهارده ما تنسوش لايك وشغل الفيديو دوت كنت معايا كنت معايا وشايا مه جد باي اشتركوا في القناة